انت تقدر ايوان تقدر عاللي نفتكره اكتر ولو جبال صعب تدوب مهما كان لأ انت اكبر انت تقدر ايوان تقدر عاللي نفتكره اكتر ولو جبال صعب تدوب مهما كان لأ انت اكبر بسم الله ابو الابن والروح الكدس الالهي انواحد امين تحل علينا ونعماته وبركته من الان وإلى الابد امين اهلا وسهلا بحضراتكو في برنامجكم انت تقدر وحلقة النهاردة بنعمة المسيح عن معطلات الحياة الروحية انت تقدر ان انت تتغلب على المعوقات او المعطلات اللي هي بتعطلك بان انت تنمو في الحياة الروحية طب ايه هي بعض المعطلات بعض المعطلات رقم واحد الهموم فيه انسان من كتر الهموم وبيفكر في الهموم وشغلاء الهموم يبتدي ان هو يبقى مش قادر يوصل لربنا دايما فكره في الهموم دايما مشغول ببكرة دايما بيفكر في اللي جاي فبالتالي كل الحاجات دي بتمنعه من ان هو يتقدم في حياته الروحية زي مين؟ زي مرسة مرسة كانت مرتبكة في امور كتيرة مشغولة بامور كتيرة مهتمية باعمال البيت والمسيح كان معاها ورغم ذلك ما قدرتش ان هي تشوف المسيح بشكل روحي ما قدرتش ان هي تستمتع به ما قدرتش ان هي تقعد جنب منه عشان مربوكة في حاجات كتير جدا فيقول كده الكتاب المقدس اما مرسة فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت وقالت يا رب اما تبالي ان اختي قد تركتني اخدم وحدي يعني انت يا رب كمان مش شايف ان مريم سابتني وانا بشتغل لوحدي فقال لها يسوع مرسة مرسة انتي تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد الحاجة الى واحد هو مين هو المسيح هو ده الحاجة ليه هو الوحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها في لقى عشر اربعين يعني مريم اختارت النصيب الصالح اللي هو المسيح ومرسة اختارت الهموم والتفكير في الهموم والانشغال بالارضيات وبالتالي مقدرتش ان هي تتمتع بوجود المسيح معاه في المثل بتاع الزرع اللي خرج عشان يزرع فيقول ان سقط منه بعض البزور على الشوك مين هو الشوك ده الشوك يقول كده ان هم الناس اللي هم بيسمعوا وبيذهبوا فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولا الزتها ولا يندجونها سمرا يعني الانسان اللي هو مشغول بالهموم وبيفكر في همومه كتير جدا تبص تلاقي مهما البزرة تقع عليه ما بتطلعش سمر ليه لانها بتتخنق الانسان لو عمال بيفكر في الهموم حتى كلمة ربنا مش قادر يركز معاها مش قادر يتفاعل معاها مش قادر يخليلها مكان جوه قلبه وبالتالي الكلمة بتتخنق جواه وبتطلعش سمر كتاب مقدس كده بيقول لنا لا تهتم مقائلين ماذا نأكل وماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم يعني ما تهتمش هتاكل ايه او هتلبس ايه ربنا هو اللي بيرتب لك حياتك اذا كان احنا بننام واحنا نايمين على السرير بنغمض عنينا واحنا واسقين ان هو اللي بيحفظ لنا حياتنا وان هو اللي بيسترنا وان هو اللي بيحافظ علينا وبنزبط الموبايل كده بالليل على اساس ان احنا نقوم بكرة الصبح الساعة سبعة او الساعة ستة او الساعة خمسة واحنا نايمين محدش عارف هيقوم ولا مش هيقوم ولكن عندنا ثقة في ربنا ان هو ايه هو اللي بيحفظنا عشان كده احباقي كل انسان عنده هموم ارمي همومك على ربنا يقول كده في بطرس الاولى خمسة سبعة ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم ارمي كل همك على ربنا هو اللي بيعتني بيك صدقوني مهما نقعد نفكر ومهما نقعد نحلل ومهما نقعد نحاول نعمل اي حاجة مش بنقدر نعمل اي حاجة بدون ارادة ربنا ولو الانسان قاعد يفكر في الهموم عمرها ما هتتحل وعمرها ما هنبتدي ان هي تتغير لكن في حاجة اسمها ان احنا نسلم حياتنا لمشيئة ربنا نسلم حياتنا في قدر ربنا يكون عندنا ثقة اللي بيقطنا واللي بيكمل معانا واللي بيرشدنا هو مين هو ربنا يقول كده ان الاهتمام معناها ان الانسان بيشيل الهم ولكن مش معنى كده ان الانسان يتكسل لأ الانسان عليه ان هو يقوم بدوره ولكن يترك الباقي في ايد ربنا زي الطالب الطالب عليه ان هو يذاكر ويعمل اللي عليه وبعدين يسيب الباقي في ايد ربنا لكن مش معنى اقول واحد انا متكل على ربنا فانا مش هذكر حاجة وهو باقي ايه دي حاجة في ايد ربنا لا احنا نقوم بالدور اللي علينا على اكمل وجه ونسيب الباقي ربنا هو اللي ايه هو اللي يكمله زي ما الانسان بيجاهد في حياة الروحية والباقي من ضعفاته ربنا بايه بيكملها الباقي من ضعفاته ربنا بيدي له درجات الرقف عشان يعديه بوليس الرسول في فيليبي اربعة يقول كده قد تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص يبقى هنا بتورينا ان بوليس بييجي وقت وهو ماشي مع ربنا اتعلم ان يكون مكتفي في جميع الاشياء اتعلم ان هو يشبع باقل حاجة وتعلم ان هو يستحمل الجوع وتعلم ان هو يبقى منه او ينقص منه كل ده ما عندوش مشاكل لكن هو ماشي مع ربنا في طريق ربنا وعارف ان ربنا هو اللي بيحفظه وهو اللي بيقوته الهموم يا احبائي كمان هي مرض معضي لما تلاقي انسان مهموم او انسان مكتئب بتلاقي بينقل الطاقة السلبية دي لكل اللي حواليه دي بنشوفها بين الطلبة ممكن تلاقي طالب مش مذاكر او مكتئب او عندو هموم كبيرة جدا في دراسته ويقعد جنبه واحد مذاكر كويس يقعد يشتكيلهم الهموم ويقوله المادة دي صعبة والمادة دي احتمال اا ما ننجيبش فيها تقدير تبوس تلاقي الاكتئاب ده والطاقة السلبية دي انتقلت للمذاكر اللي هي نفسه هو كمان خايف زي ما بنشوفها في عيادة الاطفال بنشوف كده دكتور الاطفال عندو طفل طفل بيعيط هو بيعيط جوه اي طفل التاني جاي تلاقي بيعيط هو كمان مع انه ما فيش حاجة حدش يجي جنب منه ولكن لما لقى صوت حد بيعيط اتنقل له الطاقة السلبية بتاعته والخوف اللي جوها فهو بقى اللي هي نفسه هو كمان ايه بيعيط فعشان كده حاول ان احنا يكون الناس اللي حولينا يكون عندهم طاقة ايجابية يكونوا متكلين على ربنا لما لوحد يلاقي واحد كده متكل على ربنا ومش قلقان وعنده سلام داخلي السلام الداخلي دا يتنقل له هو كمان ولقى نفسه مش قلقان فسادي المسيح بيقول لنا كده في متة 11-28 آية حلوة قوي بتقول ايه بتقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والسقيل الأحمال وانا وريحكم يعني المسيح دعوة منه بيقول له كل واحد فينا انا عارف ان حملك تقيل انا عارف ان انت شايل حملة تقيل انا عارف ان انت مسقل بالأحمال دي كلها بس الحل عندي انا مش عندي حد تاني تعالوا الي بكل أحمالك وبكل أسقالك وبكل ألامك ومين اللي هيريحك انا اللي هقدر اريحك انا اللي هشيل عنك الهم انا اللي هديك سلام انا اللي هديك ايه تمقنين المسيح بيقول كده سلاما اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع تأمل لطيور السماء تأمل لزناب الحقل تأمل للأزهار للحشرات مين اللي بيقوتها بقالها ملايين السنين ولسه موجودة لحد دلوقت مين اللي بيقوتها يا ربنا هو اللي بيقوتها حتى الدودة اللي جوه جحر دي ربنا بيبعت لها الأكل بتاعها حتى النملة اللي احنا بنشوفها الصغيرة دي اللي ساعات ما تبنش مين اللي بيبعت لها الغزاء بتاعها يا ربنا دايرة الحياة دي كلها يا ربنا ايه اللي بيقوتها وهو اللي بيرتبها وهو اللي بيدبرها بنشوف كل يوم الشمس بتطلع على الصبح والأمر بيطلع على الليل مين اللي ملايين السنين مرتب كل حاجة هو ربنا كل حاجة فمعادها كل حاجة مظبوطة شهور السنة مظبوطة الايام مظبوطة دوران الارض حواليهن الشمس كل الكواكب اللي بيتدور في الفلك كل ده بيدور بايه بحكمة الهية الله لا يخفل عن احد يا احباي يبقى اول معطل من معطلات الحياة الروحية هو ايه هو الهموم لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين اللي نفتكره اكتر ولو جبال صعوب تدوق مهما كان لأ انت اكبر انت تطدر ايوا انت تقدر اعل نفتكره اكتر ولو جبال صعوب تدوق مهما كان لأ انت اكبر اشتركوا في القناة